أنت تخاطب شياطين تراقصهم أفاعي وعرابي وبالتالي أنا أخاطبكم أنتم أصحاب مؤسسات الأبحاث وأصحاب الاختصاص والذين تقومون بالاستفتاء أن تعملوا على مفهوم الإزاحة الجيلية لسنا من دعاة السلاح أو التغيير بالسلاح يجب أن يتشكل وعياً أقوى من ما هو موجود التبصير بحقائق الأمور بالخطاب استغلال الإعلام بحقيقة كل منطين تبخده ونصنع إعلام بإعلام شرفاء مو يحط بالخرج ياخذ منات لفونات أو ياخذ أرقام مميزة أو ياخذ ساعات روليكس أو ياخذ دفاتر ويروج لفلان وفلان وفلان أنا بغلاط الزلم ما أشتريه بخمس فلوس أو صار فلان مسؤول أو صار فلان كذا ويقعدونه بس غير الوقت مثل ما قال وقت غمان 40% تحت خط الفقر 60% فقرة ولما يرشح هذا الفقر حتى يصل للحكوم لازم يتبع 30 مليون تأمينات زينا هذا منين يجيب شي بيع صحيح ولكن ليش أنا أقول لك يا دكتور في بعض الأحيان هناك حقائق يجب أن يعرفها الرأي العام صحيح إذن هي مالاتهم عدك 30 مليون عد 30 مليون ودع البزون شحمه صحيح نتحدث في ألمانيا أنه انتخاباتنا ستكون في يد ناس واكفين على الصناديق نزيهين ناس عدهم أمانة لما يحسبون لك الأصوات قوى سياسية تقبل بالخسارة القضية لا تحل بالانتخابات ولا الواقع العراقي السياسي هذه القوى تسمح لنفسها أن تخسر وتقول هيت لك أنت الفائز الجديد هل تعتقد صورة من هذا النوع ممكن أن تفرزها الانتخابات وإذا ما أفرزتها فكم من نسبة المئوية نعم نحن أنا دائما أحرص على أن نتحدث إلى العراقيين بالحقيقة التي يجب أن يفهموها هل تعتقد أن هذه الانتخابات ستكون مدخلاً حلاً للأصلاح هو ليحكم هو ليفرز هو ليعد هو ليصوت هو ليكتبقى الانتخابات هو ليحطن هو ليخل السجل ترجمة نانسي قنقر